السلام عليكم اخواني واخواتي الكرام ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد موضوعنا اليوم ان شاء الله سيتمهور حول البحث عن الكراء في المانيا البحث عن الكراء في المانيا كثير من الطلبة يأتون من خارج المانيا وفي الايام الاولى يكون صعب جدا بالنسبة لهم ان يجدوا منزل للكراء او بيت للكراء او يتجهون الى ما يسمى بالماكلا ويكون هو السمصار الرجل او سيد الذي يبحث لكم عن منزل يكون هو الوسيط بين الكاري والمكتري وهذا يكلف ايضا ثمن غالي جدا لان هنا اتيت لكم اليوم بطريقة البحث عن كراء شراء اي شيء او بناء اي شيء في المانيا فهنا اه موقع تقومون بالبحث فيه عن كل شيء ايموفيلت بونكت بي ايموفيلت بونكت بي ايموفيلت بونكت بي اي هنا فهي ايموبيلين هايزا وونونجن فندن باي ايموفيلت بونكت بي اي عقارات منازل او او الى اخيره هنا كما لاحظتم فازوخنزي بونونج ميت هنا تحددون على ماذا تبحثون هنا في اي مكان اوت المكان او بوست لايت صال وهو اه الرمز البريدي هنا ميت بخايس ثمن الكراء هنا بون فليش وهي مساحة وهنا تسمى اه كم عدد اه البيوت هنا كما تلاحظون ميتن وونونج شقة منزل وون اوف تسايت هنا تكون لمدة قصيرة فقط وونج ماينشافت وهو الذي يبحث عنه كثير من الناس الطلبة وهو ما يصطلح عليه بالفيقي سكن المجمع او المشترك غاراج او معني مكان للسيارة اين تضع عن السيارة او يكون غاراج وهو قطعة ارضية يعني اذا كنتم تريدون ان تبنو شيئا تبنو مشروع او شيء من هذا القبيل هنا كوفن شراء اذا كنتم تريدون الشراء نفس الاشياء او بناء هنا سنعطي وونجماينشافت وونجماينشافت هنا بنسبة لي البوز لايطال او او سنكتب مدينة فرانكفورت فرانكفورت هنا ميت بخي حتى هنا تعطي حتى اه ماذا ستستطيعون ان تعطوا مقابل هذا الكراء حتى مئة او حتى مئة وخمسون حتى خمسمائة سنعطي حتى ثلاثمائة او سيما كوز ابتداء من هنا اه هنا المساحة كما قلنا المساحة ابتداء من عشر مترو كاري او اثنى عشر الى اخيره كما لاحظتم هنا عندما اعطينا فقط ثلاثمائة او فوجدنا هنا فقط اثنان اذا اعطينا خمسمائة حتى خمسمائة او فلدينا احدى عشر هنا تضغطونا على هذه احدى عشر وهنا تجدون تسفايا فيكي انشونت فيكي تسيمة موبيليات يعني بمؤتتة بالاتات اه تمنتاش كوادغات متر تمانية عشر او اختين كوادغات متر هنا عندما يكون هذا اشيء يهمكم فتضغطون هنا وتذهبون الى الصفحة لكي تشاهدوا جميع الصور هو ابتداء من خاي اب يعني اه يمكنكم اكتراؤها ابتداء من واحد شهر ثلاثة الف وتسعمائة اه الف وتسعمائة اه الف وتسعمائة اشعلكم اه الفين وتسعة عشر كما لاحظتم هنا الصور فهي كما قال لكم اه هنا فهي موبيليات اي مؤتتة او بالاتات هنا يعطيكم صورة كاملة حول الشقة هذا هو المطبخ وبالاخير هنا الحمام هذا بالكون او الشرفة وهنا هذه هي هذا هو البيت الذي سيكون بيتكم كما تلاحظون فهو مؤتت عندما تريدون ان عندما تريدون ان اه تتكلمون مع هذا الشخص فهنا انبيتة كونتاكتيرن وهناك تكتبون ان غيدي اه هل انت رجل او مرأة الاخير اسم كامل اما اتغسى والهاتف وهنا هذه هي يعطيه لكم اليكترونيا ايش انتغسيمش في انجبوت ومشتغانا اين بزيش تكون سامين فا اين باغن هنا تعطي انني انا لدي اهتمام بهذا بي بي طالة اللغة العربية لدي مشكلة كبيرة معها اه ايه انجبوت وهو عرض العرض انا يهموني عرضك واريدو ان اقوم معك بي ان اقوم بي اه اه تامين لكي بزيش تكون لكي ترى وتفحص تفحص الى اخيره بتنامزي كونتاك ميت مئة اوف هنا تقول له انه تطلبوا منه ان يجيب على سؤالكم الى اخيره كما لاحظتم هنا لديكم جميع النتائج هنا عندما عندما تلاحظون تغاية فهنا فيقي اي شقة تزاكون من ثلاث بيوت يعني انتم واثنان اخرين يكون اثنان اخرين في هذه الشقة هذه تعنيد غاية او فنفة هي كما تلاحظون خمسة اي خمسة ناس سكن يسكنون معكم في هذه الشقة لكن البيت يكون بيت لكم فقط بالمفتاح تقفلونه لكن الاشياء الاخرى فتكون تكون لكل للكل فدائما يكون اقل شيء هو اثنان يكون شخصان في الفيقي عندما تكون شقة صغيرة ويوجد بها فقط بيتان في يكون فيها شخصان او اكثر هنا ايضا يمكنكم ان تعطي مثال اعطيتم مدينة فرانكفورت خارج عن مدينة فرانكفورت بثلاثين كيلو متر او بخمسون كيلو متر هنا سبعة واربعون اي جبنس نتيجة سبعة واربعون نتيجة اذا او اذا لم تعطي شيء كان ام خيس يعني فقط في مدينة فرانكفورت داخل في مدينة فرانكفورت اذا كان هذا هو الفيديو اليوم اخواني واخواتي اتمنى ان تكونوا استفدتم معي بعض الشيء وسأعطيكم هذا الرابط في اسفل الفيديو سيجنون هذا الرابط كما قلنا هنا اذا كنتم تريدون فرانكفورت كما لاحظتم فونو عندما تكون شقة فهناك الكثير لان الفيديو لا يكون كثير جدا متالك الشقة لكن الشقة في مدينة فرانكفورت وهي غالية ثمن هنا تلاحظون الف وثلاثمائة اورو الف واربعمائة الف سبعمائة هنا سبعمائة وحشرون هنا عندما تلاحظون يعني مع المطبخ تكون هذه اشياء المطبخ ايضا هنا لكن في المانيا يكون المطبخ دائما قليل من احيان تجدون ايضا المطبخ لكن في الفيديو دائما يكون المطبخ اما عندما تريدون ان تكثروا شقة فيمكن في غالب احيان لا تكون هناك لا يكون هناك مطبخ يكون فقط البيت الذي هو مجهز لمطبخ لكن الاشياء الاخرى كالطاولة او الفرن او اي شيء الى اخره فهذا يكون تجلبوا هذه الاشياء معكم اذا كان هذا هو فيديو اليوم اخواني واخواتي نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته